أنت شاركتي بدافويس ورحتي لفريق صابر رباعي لأنه هو تونسي وأنت تونسية؟ إيه والله بهذيك الفترة إيه أحبه كثير أنا صابر ليش مرحتي مع القيصر كاظم السهر؟ غلطة؟ غلطة لا مو غلطة الكلمة صفقة تشوف شون تقيقة؟ إيه غلطة 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 لأنه ما دعمني بصراحة صابر صابر رباعي؟ وما يحكي عني أصلاً ولا برنامج ما يحكي عني ما هو أنت بفريق صابر رباعي في ذا فويس؟ طبعاً بفريقه أنا أول تونسية تختاره مفروض يحكي عني ويدعمني ويعرف يعني أنه أنا شو طاقتي يعني كيف ما يعترف بيجو؟ ما يعترف بيجو؟ ما يعترف بيجو؟ لا ما شفته ما شفته شفته حتى بالبرامج يطلع يحكي ما احترامي يقلو الفن طبعاً هو فنان كبير أكيد بس ليش؟ يعني أنا ما شفت دعم منه يعني أنت تونسية هو تونسي أنت رحتي الفريق ما رحتي للبقية ما فروض يدعمني كيف ما يدعمك؟ ما دعمني؟ لا 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 ما دعمني أبداً صابر رباعي بصراحة لا فيه شخص ثاني دعمك من اللجنة؟ قالت صوت؟ ايه عاص الحلاني مثلاً ما كنت بفريقه بس كان يعني بعد البرنامج عملنا حفلة وعملنا كل أغنية اسمها رياح البغض وحطني بها معا الجروب وهو جميل مع علمتي مو فريق عاصي مو فريقه وأنا لما طلعت من البرنامج آآ عاصي الحلاني قال لي رح تصيري نجمة رقم واحد وراح تشوفه بالكاميرا قالها بالكواليس قال هاي رح تصير رح تشوفوها وصابر رباعي وعدني بأغنية هو محمود الخيامي أحيي بس ما عملوا لي إياها بعدين يعني هو وعدتش بأغنية؟ يعني صابر الرباعي وعدتش وأخلف بوعده؟ هم هو محمود الخيامي قال لي أنا رح أكون مشرف على الأغنية أذكرها وما أنساها يعني أنا كنت صغيرة وما عارف ما عندي خبرة بالفن بس يعني هذا الشي اللي فرحني طلعت من البرنامج بأغنية؟ طلعت بأغنية وملحن كبير محمود الخيامي بس هو كريم؟ والملحن بيني دي ملحن كثيرا بس عارف طبعا بس هو كريم صابر رباعي كيف يعني أنت خبرتي فتهنتي منه؟ مو كريم ولا مو كريم أنا مو عمو كريم يعني كنت هو فناني المفضل يعني كنت فناني المفضل لا طبعا لا تخيرت أنا الفنان هو قبل كل شي قبل فنه وقبل صوته وقبل شو ما كانت موهبته لازم يكون يعني هيك شوي طبعه وثلث ويكون يعني عند كلمته هو ما كان عند كلمته صابر رباعي؟ لا ما عرف إذا رح يشوف البرنامج جزعل مني بس ما كان وما ساعدني طيب لو يرجع بيتي الزمن بأمانة تختاري من من اللجنة؟ عارف الحلاني أكيد